مساء الخير قرقاعة الصيوف البلدية بدأت تهيئ أحد الربيع إلى معركة شرسة كل يختبر فيها حجمه ويجري صيانة لمدى شعبيته ولعل أبرز الاختبارات هي تلك المتصلة بالتحالف العوني القواتي حيث اتضح أن صورة معراب المتماسكة ليست بالضرورة كتابا مقدسا ولا آية منزلة بل إن وضعها تحت الاختبار البلدي لم يعطي صوى تشققات وسعي للغلبة في كثير من المدن وفيما يصارع العونيون والقوات لإثبات أن تحالفهم السياسي يقرش بلديا تبدو معارك الرئيس سعد الحريري موزعة بين التوافق توفيرا للمال والمعركة جنيا للمال فسعد لمجرد من السيولة الانتخابية والذي أصبح واقعا تحت مديونية فقيلة يدبر أموره عبر التزكية والتوافق في كثير من المواقع البلدية وإن لوح له فؤاد السانيورة من صيدة بورقة محمد زيدان لكن هذا الوفر في المناطق لي ينطبق على بلدية العاصمة التي تربو على ميزانية تفوق مليار دولار وتتطلع إلى عقارات الرمل البيضة بمائة وعشرين مليون دولار لذلك فأن على الحريري اليوم خوض المعركة بعين مفتوحة على الخزينة كي تنتشله من أزماته المادية سيكون من مهامه أولا استئذان والده والمنتحر غازي كنعان لاسترداد مفتاح بيروت الذي أهداه الشهيد للقتيل فالمفتاح المرهون للعصر الكنعاني مطلوب استرجاعه اليوم بهدف رهن بيروت لدائني سعد الحريري وهو بهذا الهدف يطلب إلى البيارتة أصواتهم لكن بماذا سيقنعهم؟ أي أجوبة سيقدمها عن شاطئ الرمل البيضة عن الدالية عن سوليدار الفارغة عن سطوها على الحوض الخامس ومراكز الجيش عن بلدية بلال حمد القابضة عن كاميراتها التي تراقب أهل المدينة كل هذه التساؤلات تدفع زعيما كوليد جنبلاط إلى إعلان تأييده لللائحة المنافسة بيروت مدينة مع أن له مرشحا على لائحة الحريري مبررا هذا الخرق بترشيح الضرورة على غرار تشريع الضرورة